ازاي حضراتكم يا رب تكون كل حاجة عندكم بخير زي ما كنا بنتكلم من نبارح احنا النهاردة عندنا الاجتماع التاسع والعاشر لمجلس امناء الحوار الوطني اجتماعين في نفس اليوم ومجلس الحوار الوطني او مجلس الامناء بتاع الحوار الحقيقة بيعودوا في الاجتماعات بالسبع ساعات ده بجد مش هزار يعني بيعودوا مدد ضخمة يعني الواحد يشفق عليهم من هذا العناء وبالفعل عقد مجلس امناء الحوار الوطني النهاردة الاجتماعين التاسع والعاشر في مقر ايه مقر دي؟ في مقر الاكاديمية الوطنية للتدريب طبعا ده الاستعراض ما تم من اجراءات في لقاء مقرري المحاور الرئيسية واللجان الفرعية والمقررين المساعدين كمان الاستعراض المقترحات في خطط العمل وجداول الاعمال خلال الفترة الجاية ان شاء الله طيب الاجتماع الاول اللي هو التاسع يعني الاجتماع الاول للنهاردة يعني ففي الاجتماع التاسع كان عندنا استعراض من رئيس الامانة الفنية للحوار الوطني نتيجة اجتماعات مقررين العموم واللجان الفرعية والمقررين المساعدين مع الامانة الفنية على مدار الاسبوع اللي فات كله وده طبعا استكمالا للقاءات التحضرية علشان بإذن الله البدء الفعلي للجلسات النقاشية بالحوار الوطني طيب استقر مجلس الامنة على ايه؟ على الانعقاد الدائم للمجلس وكمان الخطوات اللي جاية لهذا الحوار مع تحديد يوم السبت الجاي كآخر موعد لتلقي المقترحات بالقضايا واسماء المشاركين بجلسات الحوار من جميع الجهات بما فيهم مجلس الامنة والمقررين المساعدين علشان نبدأ ان شاء الله جلسات الحوار طيب مجلس الامنة قال انه هيعقد الجلسات العلنية للمحاور التلاتة على التوازي مش وراء بعض مش على التوالي بواقع تلت ايام كل اسبوع بحد ادنى ورد انه تبقى اكتر من كده بحيث انه يخصص يوم لجلسات المحور السياسي يوم اخر من ذات نفس الاسبوع لجلسات المحور الاقتصادي ويليه جلسات المحور المجتمعي بحيث انه يتم اجراء تقريبا حوالي خمس جلسات للمحور الواحد في اليوم المخصص ليه او اليوم التالي ليه طيب وده هيبقى بناءا على ايه يوسف بناءا على ما تقتضي طبيعة الموضوعات وعدد المشاركين والمناقشات وفي نفس الوقت بما يسمح لوسائل الاعلام والصحافة بالتغطية والنقل والتحليل طيب الاجتماع العاشر اللي هو تاني اجتماعات هذا اليوم اللي احنا فيه التقى مجلس ومناء الحوار الوطني بالمقررين العموم ومقررين اللجانة الفرعية والمقررين المساعدين كلهم وده لمناقشة مقترحاتهم في اجراءات سيارة جلسات النقاشية وما الى ذلك كمان مقترحاتهم في جدول الاعمال اجواء الاجتماع اتسمت بالايجابية والفاعلية ما بين مقررين العموم ومقررين اللجانة الفرعية والمقررين المساعدين واعضاء مجلس الامن ده كان من خلال المناقشات تبادل اسئلة اضحات ما بين الجميع في نفس دات السياق وفيما يتعلق كمان باق علاقة الحوار الوطني بالمؤتمر الاقتصادي فوضح مجلس الامنة انها علاقة التكامل ورحبوا بدعوة السيد الدكتور مصطفى مجبولي رئيس مجلس الوزراء كمان مقرر الحوار الاقتصادي يعني بيعملوا دعوة لحضور هذا المؤتمر يعني هذهبوا الى هذا المؤتمر كمان رحب مجلس الامنة بتلقي الحوار الوطني لمخرجات المؤتمر الاقتصادي وبالتالي تيجي هذه المخرجات تدرج للدراسة ضمن لجان المحور الاقتصادي كمان انه المجلس هيتابع عن كثب او بمنتهى الاهتمام لو حبيت تسميها كده مجريات المؤتمر الاقتصادي للتعرف على كل البيانات وكل السياسات وكل التوجهات اللي بتبناها الحكومة تجاه اللي هينقش المؤتمر من قضايا اقتصادية بطبيعة الحال وكمان ما سينتج عنه من مخرجات وقرارات عشان تتحط في اعتبارات المحور او المحور الاقتصادي يعني ولجان الحوار الوطني الاقتصادي ترجمة نانسي قنقر